مراسر التلفزيون المصري أحمد الحسيني يطلعون على المزيد بشأن مراسم تسليم أول حفار بيترولي صناعة مصرية بمصنع الحفارات بالعين السخنة في إطار جهود الدولة المصرية في القطاعات كافة كانت مدينة العين السخنة على موعد للاحتفال والإعلان عن تسليم أول حفار مصري بري بيترولي صنع على أرض مصرية وبأياد مصرية خالصة مئة بالمئة هنا في مدينة العين السخنة التابع لوزارة البترول والفروة المعدنية هذا الحفار المصري الذي هو الأول من نوعه هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تصنيعه لسد فجوة الاحتياجات ومن المستلزمات قطاع البترول في شتى بقاع الأرض بحيث أنه يخدم دول كثيرة من التي تقوم بالتنقيب على البترول والغاز الطبيعي وإذا استعرضت كاميرا القناة الأولى وعدسات الكاميرا هذا الحفار الذي يعمل بقوة بري ما تصل إلى 2000 هورس باور تم تصنيعه في غدون عدة أشهر هو تعاون بين إحدى الشركات الصينية ووزارة البترول والفروة المعدنية ويتم توريد الحساب إحدى شركات الحفر المصرية التابعة لوزارة البترول ضمن خطة لتصنيع خمسة حفارات بقيمة 44 مليون دولار وبالتالي نتحدث عن خطة تموحة للدولة المصرية هذه الخطة التموحة تستهدف تصنيع المزيد من الحفارات هنا في مصر وفي الشركة المتواجدة أو الموجودة هنا في منطقة العين السقنة لبدء تصدير هذه الحفارات أيضا لكافة الدول التي هناك فيها طلب أو مزيد من الطلب على صناعة البترول وبالتالي توفر الدولة المصرية أيضا عملة صعبة من خلال تصدير هذه الحفارات وأيضا توفيرها للشركات البحث والتنقيب والشركات البترولية التي ترغب في استجار هذه الحفارات للقيام بأعمال التنقيب هذا الحفل شهده اليوم المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وكذلك محافظ السويس وعدد من المسؤولين من الشركة المصرية الصينية المشتركة هذه الشركة التي تم تتشينها وتأسيسها بغرض صناعة هذه الحفارات المصرية هنا على أرض مصرية لتوفير هذه الحفارات لجميع الشركات البترولية التي ترغب في البحث والتنقيب عن البترول وبالتالي تنافس الدولة المصرية بقوة في هذا المجال في مجال تصنيع الحفارات وأيضاً مستلزمات صناعة البترول على مستوى العالم إليكم زملائي في الستوديو